اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف كان انتقاء شركة مايست ليبانون لهذا الحدث؟ قبل أن نعمل أي معرض في المنطقة نعمل دراسات وهذه دراسات لنأخذ حجم السوق هل هذا السوق يكبر؟ هل هناك رغبة لهذا الحدث يحدث؟ خلال الدراسات نعملها نجد أنه أكثر الكتاعات تنمى في البلد وطبعاً قطاع لا نستغنى منه، يبدل أنه مستغنى قطاع واعد في لبنان ويكون هناك الكثير من استثمارات مهولة في المناطق وإذا أريد أن تكون مكينة المناطق في هذا النظر عن الوضع الاقتصادي العام لأي بلد كان مجال التكنولوجيا هو المجال الوحيد اللي يكون يخرج ويكبر أيضاً أكيد، نحن نقول ملايين دولارات من استثمارات اللي يكون هناك الكتاع فأكيد اجتمعنا مع أبرز الشركات الموجودة بها الكتاع وطبعاً الشركات البنانية واجتمعنا كمان إضافة لما اتفضلت الزوار اللي ممكن يزوروا هذا المعرض وأخذنا برأي لحتى أخذنا دعمهم إذا بدك وكانوا كتير محمسين على الموضوع ومن هون انتقلقنا بمعرض سمارتكس شارلي، كلنا نعرف أنه هناك الكثير معارض في المنطقة مثل معرض سمارتكس وماذا يميز معرض سمارتكس عن المعارض الموجودة في المنطقة؟ المعارض التكنولوجيا في العالم العربي لا يتنافسوا إلى حد ما مع بعض و Extreme متى أخذ's고 radio وهو التنفيذ تم المعرض أيضاً متى تفضل المعرض وتطرير معرض مظلت يجب أن يكون هناك عارضة معنالة لتجد المشاهدين أحب أن تجد المشاهدين هو بي تو بي إكزيبشن نتحدث عن كواليتي من الناس نؤمن المشاهدين من المشاهدين يجب أن يزوروا العارضين لتجد المشاهدين أنا صراحة بزيارتي الشخصية لأخر نسختين من سمارت إكس كان في شركات كثيرة مختصة بمجال مثل سيسكو و ساب هذه الشركات كانت وقع في سمارت إكس هل أنتم على أي أساس تختاروا الشركات التي تكون موجودة في هذا المعرض؟ أكيد نحن حيالله شركة مهتمة بإندلوفان ويجين وحيالله شركة تشتغل بقطاع التكنولوجيا أو إذا بدك بالأحراث سيكوريتي مي أس، أوتوميشن، ريتيل، تيليكوم، تيكوشيتيت الإنسان والمعرض اليوم أشتغل شركات أكثر و أكثر في هذا القطاع فكل هالشركات التي تمثلوا هذه القطاعات يهمون أن يكونوا موجودين في سمارت إكس لما يفوتون على لفانة رجان لحتى يتعرفون على رجال أعمال ويتمثل عدد كبير من القطاعات في لبنان ما الذي سيميز سمارتكس 2019 سيكون في أبريل من 10 إلى 13 أبريل في سيسايد أرينا بيروت ما الذي سيميزه عن النسخ القديم من سمارتكس مثل ما نعرف ويمكن حضرتها تكشفت سمارتكس سمارتكس يكون أفضل أفضل فكل سنة أكيد نضيف سمارتكس معينة سمارتكس لاحظة تشبك سمارتكس وبنسبة لنعمل سمارتكس نقوم بستكشفت سمارتكس وهي أولا لنعمل السمارات لاحظة أن نعرف سمارتكس وهو مفتقد السمارات وكذا الشركة الآن حتى من دول عربية ماين رح تكون موجودة معنا Under Startup Pavilion وغير فاليون حكينا بموضوع الحلبة وحكينا بموضوع ورش العمل اللي عم تكون موجودة بالSmartX فاليان برأيك شو بيضيف هذا الشي لSmartX بشكل عام؟ نحن مسؤوليتنا كSmartX أنه نعطي مثل ما بيقولوا Added Value لها الاندستشي للكطاع العمل مثله اللي هو الاي سي تي اندستشي هيدا القطاع فيه كتير تغيرات فيه كتير تغيرات فيه كتير معلومات ممكن الواحد يستوعبها وسنة عن سنة تعرف انت تطورات تتغير فنحن المهم اللي عم ناخدها من خلال SmartX انه غير ال Networking Opportunities اللي عم بيقدر يعملها الزاير غير البزنس اللي عم بيقدر يعمله الزاير ويحضوره لهذا المعرض عم بيقدر يتعلم او ياخد معه فكرة جديدة يتبادله افكار يتعلم شي جديد يكون عنده هالمنصه كمان educational platform تكون لقله educational experience للزوار شوالي طيب شو اللي حققوا المعرض بالسنتين كنتائج فعليا بالسنتين اللي قطعوا من وقت ما بلشتوا في 2017 لهلا برأيك شو اللي حققوا وشو هيحقق SmartX بالمقابل كريزولتس فعليا كما بتعرف كان SmartX كتكنولوجي اكزيبشن اجا من بعد فترة متى الركود ما فيه معرض كان العالم مشتائلة تكون موجود بهاك معرض وخاصة الالتق مع كذا زاير بSmartX كان ان تكون معرض ان تمت رجعنا كل ceci كان ولم يراجعون اجب اشترك جمعانهم كلهم انتبعوا في حالة مركزين وتأكيد عدو اجبية منذ الاستنتين ومع الاعارضين ألي رزق هو CEO مايس لي بآلون وص علم بسبب انه المعرض سيكون بنسخته الثالثة تضمن مشاركة دولية كبيرة وستقباط يكون استخدام للزائرين ومعارضة التعاون الخليجي كيف عم تشتغلوا على هذا الاساس اكيد نحن نعم نشتغل مع مجالس التعاون نعم نشتغل مع الغرب التجارية في المبارج نعم نشتغل مع السفرات الموجودة في المبارج نعم نشتغل مع الاصцийات وهذه المنظرة يتمثلك كيف يوم بيومسهم كيف يوميا كبيرة quand 미로 بلا groups خلال الكمبنان؟ التي نستمتلك قام بالفعل ام إسا وري Belgium أو عملية لتأتي من ملائكات أخرى لأنهم يظهرون مباشرة لأنهم يظهرون مباشرة لأنهم يظهرون مباشرة لأول مباشرة في العالم نستخدم أكيد زرار من سوريا أردن وعراق ونشتغل لأننا بلدنا بلدنا شارلي كما تعلمون أن الوضع الاقتصادي حالياً ما هي الخطة التي تعملونها حتى توجهوا هذه العقبات من بناتها الوضع الاقتصادي في العالم؟ مثل ما قلت الوضع الاقتصادي صعب ولكن ليس يعني أن تقعد الشركة لأنهم يجب أن تقعد الشركة يعني لا يوجد أن تقعد الشركة لا تعمل شيء خاصة نحن هي البلاتفور يعني فيها تخفيف تخفيف على المعارض ولكن لا يوجد لا تقعد المعارض خاصة بالمعارض يعني نحن نجب لك المعارض يلتقوا بالعارض في مرحلة في مرحلة في مرحلة ما برأيها العملية كتير مهم يحتاج لكي تقعد الشركة على انتظر شركة ولا حتى أكيد تميك برام نحن سنة عن سنة عم ناخد دعم معنا ويدعم إذا بدك فل سوپورت from different government bodies اللي هن منهم أكيد وزارة الاتصالات اللي كانوا بأول نسخة وبتاني نسخة كان وزير جمال جراح موجود معنا بقلب المعرض تحكي مع كل العرضين تبادله الأفكار تحكيهن عن الصعوبات اللي عم بيمرؤوا فيها وشو كيف كتاع العام ممكن يساعد كتاع الخاص لحتى يتطور أكتر وأكتر كمان عم نشتغل مع غرفة التجارة اللي بيترقص الرئيس محمد شقير كمان كتير عم بيكون داعم لهذا القطاع بمراحل الترويج لهذا المعرض عم بيكون موجود معنا لحتى يستمع للشركات ونشوف كيف نسهلن هذه المسألة كمان عم ناخد رعاية من إدال اللي هنه الـ دكتور نبيل عيتاني كمان عم بيكون موجود معنا وعم بيحكي مع الشركات وعم بيفتح لهم إذا بدك مثل مع هالبوبلك سكتر لحتى تقدر يتبادلوا الأفكار أكيد أخذنا رعاية مصر في لبنان ورعاية كذا كمان جهات حكومية يعني جهات حكومية يلا أكيد كلاياتنا بنتمنى يكون سمارتكس يحقق النجاح بسنة 2019 وبتمنى إن شاء الله الأوضاع الاقتصادية الصعبة تنحل ويرجع الوضع البلد للشي اللي نحنا متمنين ويستقطب أكتر شركات بسمارتكس 2020 حيكون فيه شركات أكتر حيكون فيه حضور أكتر وإن شاء الله في 2019 كمان نحقق هذا النجاح شكرا على استضافتك أستاذ محمد